إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلوا لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وحييناها واخرجنا فمن أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمده وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأجواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تفضير العديد العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالنرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نبرقهم فلا صريخا لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما ردقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يفسمون فلا يستطعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأزباس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعلمون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا باني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا سرط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فؤاههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق فلا يأقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عن عاما فهم لها مالكون وزل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطعون نسرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحدن قولهم إنا نعلم ما يوسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ندفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونصي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يحقيها الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي خجعل لكم من الشدر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله تعالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من أحييته منا فإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان